موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج كوشك الصحافة نطالع في حلقة اليوم أهم ما تقوله مواقع الأخبار اليمنية والصحفة العربية الصادرة اليوم بداية من الصحافة اليمنية والبداية من أول حالة قتل تسجل في جزيرة سقطرة وبسبب خلاف على أرض التي أوردها موقع عدن تايم يقول الموقع في هذا الخبر تسجيل لأول حالة قتل في نزاع على الأرض والأهالي يناشدون عودة القضاء في سقطرة في تفاصيل هذا الخبر فجع أبناء محافظة سقطرة بحادثة مقتل مواطن في قضية نزاع على الأراضي في أحدى المناطق الريفية في المحافظة وقال الموقع أن نزاع استمر سنوات دون حسم من الجهات القضائية أو لجان الصلح في الأرخبيل حسب إفادة الأهالي ما أدى إلى قيام أحد المواطنين بقتل صهره بالرصاص على خلفية نزاع على أرضية ويتابع الموقع بهذه الحادثة تسجل أول حالة قتل بمحافظة سقطرة التي تعد من أكثر المناطق أمنا في الجمهورية بعيدا عن أجواء القتال ويرجع الأهالي الحادثة إلى توقف عمل المحكمة والنيابة فيها ويطالب أبناء سقطرة بسرعة تعيين رئيس للمحكمة ووكيل للنيابة في المحافظة لتفادي مختلف المشاكل والصراعات على الأراضي في الأرخبيل لغياب رئيس المحكمة ووكيل النيابة الحاليين ولهما ما يقارب عامين خارج المحافظة متعدلين بالوضع الذي يمر به الوطن حسب قولهم موقع الموقع بوست عنوان في أحد تقاريره الخاصة ويقول الموقع مستقبل العلاقة بين الصالح والحوثيين بعد إعلان تشكيل مجلس سياسي تقاسم خسائر أم صراع مكاسب قال الموقع في هذا الخبر رغم الخلافات بين المخلوع صالح وجماعة الحوثيين والتي هي في الأساس خلافات سياسية يعتقد الحوثيون أنهم الأولى بالسلطة وفق معتقداتهم ويريد صالح أن يتسلم أحمد نجله السلطة لكن المؤكد أن العلاقة ستستمر إلى أجل غير معلوم ويتابع الموقع بوست استفاد الحوثيون كثيرا من دعم علي صالح لهم وأسهم تواريه عن المشهد وتصدرهم الإعلامي والعسكري في استقطاب شريحة واسعة من أنصار علي صالح ويبدو أن الصالح يحاول استرداد خسائره الاجتماعية والسياسية من خلال ترميم علاقته بالحوثيين كما يضيف الموقع الحوثيون هم الخاسر الأكبر في الاتفاق على تشكيل مجلس سياسي بعد أن خسروا كثيرا من مقاتليهم ثم خسروا اللجنة الثورية والإعلان الدستوري ويواصل التحليل الخاص يمكن القول أن الاتفاق على تشكيل مجلس سياسي بين الإنقلابيين الهدف منه تقاسم الخسائر وسيستمر التحالف بينهم مدامة الخسائر مستمرة ولن ينتهي إلا عندما يبدأ الصراع على المكاسب أو على هذه المكاسب إن كانت هناك مكاسب فعلا إحباط مساعي السلام تحت هذا العنوان كتب صادق ناشر مقاله في صحيفة الخليج ويقول الكاتب إعلان المجلس السياسي وأن لم يضم أسماء ذات ثقل سياسي واجتماعي كبير إلا أنه دليل على رغبة الإنقلابيين في خلط الأوراق من جديد في وقت كان الناس يتوقعون أن تكون هناك خطوات تصالحية من قبل الأطراف كافة تعبر عن رغبتهم في إحلال السلام في بلد مزقته الحروب الصغيرة وقضت على إمكانياته الاقتصادية ومزقت نزيجه الاجتماعي المسالم لم يبدو الحوثيون وصالح أي تمرونة في التعاطي مع مساعي الأمم المتحدة فيما يتعلق بتحقيق السلام في البلاد إذ أنهم بادروا إلى إجهاض هذه المساعي عبر المواقف المتصلبة التي أبدوها خلال مسار المفاوضات في الكويت بعد أن تم فتح قنوات اتصال معهم من قبل الأطراف الغارجية التي كانت ولا تزال ترغب في إحلال السلام وتطبيقه كما لم يتجاوبوا مع المبادرات الداخلية التي كانت تهدف إلى تعطيل ماكينة الحرب المجنونة التي تدور منذ سنوات وتقتلع معها جذور المصالحة في عموم البلاد في الوقت الراهن لا يبدو في الأفق ما يدعو إلى التفاؤل بحل قريب للأزمة فإعلان المجلس السياسي في صنعاء الذي يراد له أن يكون بديلا للحكومة الشرعية يعرقل الوصول إلى حلول توافقية شاملة ولو كان الحوثيون وصالح جادين في إقرار سلام دائم فإن الأولى في مساعيهم العمل على مساعدة الأمم المتحدة في إيجاد مخرج شامل للوضع القائم وهو وضع مختل بسبب رفضهم الطعاط مع الأزمة بروح الانتماء والحب لليمن بعد أن تسببوا في زرع الكثير من الفخاخ في طريق تطوره ونهضته إلى موقع المصدر أونلاين والذي عنونا في صفحة الرئيسية وضع مأساوية لأربعمائة أسرة نازحة في القبيطة بمحافظة لحجة في تفاصيل هذا الخبر تعيش أكثر من أربعمائة أسرة نازحة من أبناء مديرية القبيطة بمحافظة لحج ظروف الإنسانية مأساوية بعد شهرين من نزوحهم من ديارهم بسبب المعارك المستمرة بين المقاومة الشعبية وميليشيا الحوثي وقوات صالح يضيف الموقع موجات نزوح شهدتها القبيطة منذ اجتياح ميليشيا القوثي وصالح للمديرية باتجاه ثلاث مناطق الأولى المناطق الأمنة في المديرية والثانية إلى طور الباحة والصبيحة وكارش في لحج والثالثة مدينة الراهدة مركز مديرية خدير في حين نزح الميسورون إلى عدن وتقول قيادة محلية تقول إنها تحاول بدل جهود إنسانية للتخفيف من مأساة نزوح أبناء القبيطة في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات شرعية في المديرية في حين يعتمد أغلب النازحين في لحج وعدا وتعز على أنفسهم نذهب إلى موقع التغير نت لنستعرض أهم العنوين الواردة في هذا الموقع خلافة حادة بين الحوثيين وصالح تدفعهم إلى إعلان المجلس السياسي في فندق بدلا عن القصر الجمهوري من عنوين الموقع أيضا الحكومة اليمنية توجه الضربة القاضية لجماعة الحوثي وصالح وتوقف تعامل المؤسسات والبنوك الدولية مع البنك المركزي ومن العنوين التي تطرق إليها الموقع أيضا المخلافي داعموا الحوثيين أجبروهم على رفض اتفاق السلام أما بشأن المشاورات أيضا عنونا الموقع وفد الإنقلابيين يعلن مغادرته الكويت ويطالب الأمم المتحدة بدور حيادي تجاه الأزمة اليمنية موقع يمن مونيتور عنونا في صفحة الرئيسية مسؤولون في التربية يرجعون التسريبات إلى فارق التوقيت بين عدن وصنعاء في تفاصيل هذا الخبر أرجع مسؤولون في وزارة التعليم أو التربية والتعليم الخاضعة لسيطرة الحوثيين تفاقم ظاهر التسريب أسئلة امتحانات شهادة ثانوية العامة التي تقام حاليا إلى فارق توقيت الامتحانات بين العاصمتين الرسمية صنعاء والمؤقتة عدن وقال طلاب ليمن مونيتور قالوا إن امتحان مادة الفيزياء الذي أقيم السبت تم تسريبه قبل ساعات من موعده الرسمي في العاصمة صنعاء بعد أن تم تسريب نماذج امتحانات عدد من المواد الأسبوع الماضي ويضيف الموقع للمرة الأولى بدأ طلاب ثانوية العامة في محافظة عدن جنوبية البلاد امتحانات الثانوية العامة والشهادة الأساسية قبل تتشينها في العاصمة صنعاء وهو ما جعل من المادة التي يتم امتحانها في عدن يتم بعد يوم أو يومين في صنعاء جريمة إغفال حقوق الضحايا تحت هذا العنوان كتب فتح أبو النصر مقاله المنشور في يمن مونيتور وقال أبو النصر في أجزاء من هذا المقال الحثيون وصالح ارتكبوا انتهاكات وجرائم لا تعد ولا تحصى بحق المدنيين إلا أن التحالف وكذلك أطرافا في المقاومة قد ارتكبوا انتهاكات وجرائم لا يمكن إغفالها والحقيقة أن هناك جرائم بشعة طالت المدنيين كما حدثت انتهاكات خطيرة لقوانين الحربي من قبل جميع الأطراف على السواء وبأشكال متعددة ومختلفة في عموم البلاد وإذ يزيد طرف على طرف باستغلال الضحايا في مهاترات إعلامية متمترسة وضجيج حقوقي مزيف تبقى العدالة الممكنة للضحايا وذويهم متمثلة في الإقرار الشجاع بتلك الانتهاكات والجرائم والتحقيق فيها من أجل جبر الضرر والشاهد أن الاكتفاء بإرادة التوظيف السياسي لطرف على حساب آخر في هذا الملف دون الضغط لفتحه عقب أي اتفاق سياسي قدم هو ما يفضح ضمير كل أطراف الصراع بدون استثناء طرفان مفاوضات الكويت يتعاملان مع حقوق الضحايا وذويهم لأجل استمرار التحشيد والتأجيج الحربي أو لأجل ممارسة الضغوط ووضع الشروط فقط وأما التاريخ فيؤكد لنا أن من أعاقوا قانون العدالة الانتقالية ورفضوا وأقاموا حربا لإبادته لا يمكن أن يقبلوا بلجنة تحقيق من أي نوع وبالمقابل فأن الذين قاموا بمنح الحصانة للرئيس السابق وبعض من عملوا معه في 2011 وجهوا صفعة قوية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن وجهود مساءلة مرتكبي تلك الانتهاكات عما قاموا به من أفعال من خلال عرقلة إجراء أي تحقيقات أو مقاضات فهل ستتكرر وبكل سهولة هكذا مآثم تميع حقوق ضحايا الصراعات في اليمن مرة أخرى؟ وبالانتقال مشاهدين إلى موقع الاشتراكي نت عنوان هذا الموقع في صفحته الرئيسية الميليشيات تفتح أحد المنافذ الرئيسية إلى مدينة تعز وتقصف بيل كاتيوشا أحياء المدينة في تفاصيل هذا الخبر قال الموقع قال إن ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع فتحت منفذ غراب الواقع غرب مدينة تعز أمام المواطنين وسامحت بدخول المواد الغذائية فيما تواصل القصف العنيف على الأحياء السكنية في المدينة وقالت مصادر محلية للاشتراكي نت قالت إن الميليشيا سامحت بمرور المواطنين ودخول المواد الغذائية إلى مدينة تعز كما تواصل القصف العنيف بقذائف الكاتيوشا والأسلحة الثقيلة على الأحياء السكنية شرق وغرب وشمالي المدينة والشقب شرقي صبر وضباب ويتابع الموقع أسفر القصف على الأحياء السكنية عن مقتل مدني وإصابة ثمانية آخرين بحسب ما أوردت مصادر متطابقة واندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش والمقاومة من جهة وميليشيا أو الميليشيات من جهة أخرى في منطقة ثعبات إلى موقع صهريج والذي عنون في صفحته الرئيسية تظاهرات في أبيان تطالب بتوفير المياه والكهرباء وتغيير السلطة المحلية جاء في تفاصيل هذا الخبر تظاهر العشرات من مواطني عدد من القرى المتواجدة على الخط الرئيسي الرابطي بين مدينتي زنجبار وجعار مطالبين بتوفير المياه والكهرباء وتغيير المسؤولين في المحافظة وذكر مواطنون لصهريج نيوز بأن المواطنين رفعوا شعارات تطالبوا بتوفير المياه والكهرباء والأمان وتغيير السلطة المحلية الحالية التي تدير شؤون المحافظة من عدن تاركة المواطنين يلجأون إلى العناصر الخارجة عن النظام والقانون للفصل في مطالبهم حسب قولهم إذن مشاهدين قبل مطالعة أهم قلة الصحافة العربية صادر اليوم نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود تبقوا معنا أهلا بكم مجددا مشاهدين نذهب الآن إلى استعراض أبرز ما تناولت الصحافة العربية صادر اليوم البداية من صحيفة الحياة اللندنية عنونت هذه الصحيفة اقتراب معركة صنعاء بعد توقف المشاورات قالت الصحيفة بدأ أمس الجيش اليمني مسنود بغطاء جوي من التحالف العربي عملية واسعة في جبهة نهم شمال شرقي صنعاء لتحريرها بالتزام مع إعلان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد انتهاء مشاورات الكويت ووصفت الصحيفة الحال الذي بدأ عليه المبعوث الأممي في المؤتمر الصحفي قالت الصحيفة بدأ المبعوث الأممي يائساً قبل مغادرة الكويت من أجل إيجاد حل قريب للأزمة وقال الكرة الآن في مرمى الوفدين اجتمعنا كثيراً وطرحنا الحلول الممكنة ميدانياً قالت مصادر إن الجيش اليمني مسنوداً بالمقاومة الشعبية وقوات التحالف العربي أطلقوا عملية عسكرية بعنوان التحرير موعدنا لتحرير العاصمة اليمنية صنعاء وقالت مصادر في المقاومة إن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة تمكنت من تطهير قرية ملح وجبل المنارة المطل على منطقة المديد مركز مديرية نهم شرق صنعاء كما تمكنت من السيطرة على عدد من المواقع والجبال والقرى في جبهة نهم شرق العاصمة بعد معارك شرسة دارت منذ صباح بالتحول إلى صحيفة البيان الإماراتية نقلت هذه الصحيفة تطورات المشهد السياسي اليمني وعنورات الانقلابيون يراهلون أو يرهنون اليمنيين لتنفيذ مغامراتهم تقول الصحيفة في التفاصيل رغم الجهود الدولية والإقليمية المبذولة لإنهاء محنة اليمنيين مع الحرب التي تسبب بها الانقلابيون وإحلال السلام إلا أن المتمردين مازالوا يعيقون التسوية ويراهلون على جعل ملايين المدنيين رهائن لمغامراتهم وأتضيف الصحيفة فيما كانت الأوساط الشعبية والسياسية تتجه صوب العاصمة الكويتية التي تحتضن مشاورات السلام يحدوها الأمل بأن يدرك الطرف الانقلابي تدعيات الكارثية التي حلت باليمنيين أعلن الانقلابيون الحوثيون والرئيس المخلوع صالح تشكيل مجلس سياسي لإدارة البلاد بعد أن ظل المخلوع متخفياً خلف الحوثيين منذ عام ونصف ووصلت الصحيفة قبل الشياح الانقلابيين للعاصمة صنعاء في سبتمبر من العام 2014 يتواطأ أو بتواطئ من الرئيس المخلوع الصالح الذي وجه وحدات الجيش الموالية له بعدم اعتراض الحوثيين تحدث الرئيس اليمن هادي عن وجود مخطط مشترك بين الانقلابيين الحوثيين والمخلوع صالح لتقاسم حكم اليمن استناداً إلى تحالف جهوي يكون للانقلابيين فيه السلطة الروحية على غرار التجربة الإيرانية في حين يكون للمخلوع وعائلته السلطة التنفيذية تساءلت صحيفة الخليج الإماراتية حول مشاورات الكويت وعنوانت انفراط عقد المشاورات هل يعني مزيداً من الدم؟ وقالت الخليج انفراط عقد المشاورات اليمنية في الكويت وبات الوصول إلى حل سلمي للأزمة اليمنية صعباً على الأقل في الفترة الحالية التي تواصل فيها الميليشيا السير بالبلاد إلى المزيد من التعقيد وتتابع صحيفة حالة اليأس والإحباط لدى الفريق الحكومي والوصول إلى طريق مزدود في المفاوضات عبر عنها وزير الخارجي اليمني عبد الملك المخلافي بإعلانه انتهاء المشاورات اليمنية في الكويت دون تحقيق للسلام وتفسر الصحيفة أن هذا الأمر يعني أن الحرب هي الخيار الوحيد في هذه المرحلة لكسر شوكة الإنقلابيين وإرغامهم على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة والإنصياع لرغبات الشعب في اليمن في إنهاء الإنقلاب والعودة إلى جادة الصواب اليمن والإفراط في التفاؤل بعد الكويت تحت هذا العنوان كتب وزير الخارجية اليمني الأسبق رياض ياسين مقاله المنشور في صحيفة الاتحاد ويقول فيه لعل من أسوأ ما مرسه ولا يزال الرئيس المخلوع صالح وأعوانه وبالتناغم مع جماعة المتمردين الحوثيين هو الغطرسة والبجاحة التي يعتقد أنها سياسة وذكاء وأن اليمنيين والعالم يعيشون بلا ذاكرة أو في حالة الزهيمر والأخطر في كل ذلك ليس فقط التحالف التدميري الوثيق والتمويل والتسليح وتسخير الجيش وكل مقدرات الوطن وأموال الشعب وبنيته التحتية المتواضعة جدا لمساندة الإنقلابيين الحوثيين على مختلف الأصعدة وفي كل أنحاء اليمن ولكن أيضا كيف يمكن الوثوق والتفاؤل ولو برهة واحدة أو بلع وعلى مضض أنه بعد اتفاق الكويت إن حصل بإمكانية أن يعم بصيص من السلام والأمن والاستقرار في ظل بقاء المخلوع صالح أو الحوثيين ضمن اتفاق مشاركة ووحدة لا يغلبها غالب فالقصة طويلة والمجالس كثيرة ثورية وشعبية وسياسية وفيها الكثير من التشويق والحرفنة فالشخصيات الحوثية التي شاركت في مشاورات الكويت هي نفسها التي تشكل فريقا متوحدا ومصابا بمرض التوحد ليس فقط ضد الدستوري والشرعية والإنسانية والمنطقي والإقليم والمجتمع والأمام المتحدة والمجتمع الدولي والأمن والاستقرار في المنطقة بل إنه من المثير للسخرية والعجب تصريحات وزير الخارجي الأسبق أبو بكر القربي في مقابلة مع صحيفة المستقبل منشور على موقع وزارة الخارجية اليمنية بالكامل في الخامس عشر تسعة الفين وتسعة يصف فيها بالنص جماعة الحوثي بأنها مجموعة خرجت عن الدستوري والقانون وحملت السلاحة في وجه الدولة بل ويذكر في تلك المقابلة الطويلة أن الوساطات يستغلها المتمردون لفترة من الزمن ثم يستعيدون نشاطهم من جديد مشاهدين قال رئيس البرلمان العربي السابق علي الدقباسي لصحيفة الشرق الأوسط حول انتهاء المشاورات اليمنية في دولة الكويت قال إن دور الأمم المتحدة لم يكن على المستوى المطلوب وفقا لما نصت عليه المواثيق الدولية وبخاصة في تعزيز الأمن والسلم مشيرا إلى أن دورها جاء متأخر في ردع إيران التي تعد السبب الرئيسي لانتشار الفتنة والتطرف في المنطقة متمنيا أن يكون لديها دور أكبر خلال المرحلة المقبلة وقال الدقباسي كانت هناك أمنيات أن تشهد مباحثات الكويت لإحلال السلام في اليمن وقف نازيف الدم ولكن كل العقلاء في العالم تنبأوا بفشل المشاورات لأن المخلوع صالح والحوثي لا يملكان القرار ومن يقرر لهما هو من يريد الفتنة في المنطقة إلى صحيفة العربي الجديد هذه الصحيفة بدأت بهذا الخبر اليمن بدء تسجيل الراغبين في أداء فريضة الحج في تفاصيل هذا الخبر دعت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية اليمنيين الراغبين بأداء فريضة الحج للعام الحالي 1437 للتوجه إلى المنشآت المعتمدة للإسراع في التسجيل ابتداء من الأحد وأشددت وزارة الأوقاف على ما سمتها المنشآت المعتمدة للتفويج وسرعة توريد الضمانات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام محذرة من استلام أي مبالغ من الحجاج المتقدمين للتسجيل المبدئي الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام وأكد وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد المساعد لقطاع الحج والعمرى منير محمد دابوان أن الأوقاف اليمنية تلقت موافقة مبدئية من الجانب السعودي بتأشير جوازات المنضمين وسيتم ترحيل بياناتهم عبر المسار الإلكتروني حتى يتسنى للمنشآت استكمال إجراءات تسكين الحجاج في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة لمن يسأل عن هويتي تحت هذا العنوان كتب مندر فؤاد مقاله المنشور في العرابي الجديد ويقول الكاتب سأظل حلبيا في اليمن وتعزيا في فلسطين ومقدسيا في العراق صعيديا في الجزائر وحجازيا في السودان بيروتيا في أفغانستان أراكانيا في البصنة تقشقنديا في نيجيريا وكما أرفض التقسيم الجغرافي أرفض التقسيم الحزبي الذي صنع ألف سايكس بيكو داخل الوطن الواحد وصنع من القضية الواحدة آلاف القضايا لأن حزب الذي يمثلني وضع التقوى معيارا للتفاضل بين الناس أمرنا بالتوحد ونهان عن التفرق إلى شيع وأحزاب هوية إنسانية بحتة لا علاقة لها بالانتماء العرقي أتألم من منطق الشعور بالآخر والجسد الواحد وليس من منطلق الألم بحد ذاته الألم الذي غمرني ذات صباح لمجزرة في حي الشجاعية في غزة في العدوان الأخير هو الألم نفسه الذي تسلل إلى مشاعري قبل ذلك في مجزرة الكرامة في صنعاء ومحرقة الحرية في تعز ومجزرة التاريمسة في حماء ومجزرة الكيماوي في غوطة دمشق ومذبحة الإنسانية في ميدان رابع العدوية في القاهرة وتطول قائمة الألم لتشمل مجازر الطائفيين الجدود على أبواب بغداد وجرائم القتل الجماعي في ليبيا وإزهاق الأرواح في بورما ويكابل وكثير غير ذلك مما لا يطيقه الضمير الحي وتتسع له بشاعة قاتل تجرد من الانتماء الفعلي للإنسانية إذن مشاهدين بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا الصحفية لهذا اليوم لكن قبل الختام مشاهدين نتابع وإياكم مجموعة من الرسوم الكاريكاتورية وحتى الملتقى أترككم في رعاية الله وحفظه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة